أيضاً هناك نقطة مهمة في التمكين لابد أن نفهم أن التمكين نتيجة وليس منطلق التمكين هو نتيجة لدرب طويل هذا الدرب الطويل عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى خباب ابن الأغط إلى النبي صلى الله عليه وسلم و هو متوسد مردة في ظل الكعبة و قد اشتد عليهم العذاب قال يا رسول الله ألا تدعوا لنا ألا تستنصروا لنا فهب النبي صلى الله عليه وسلم و قد أحمر وجهه يعني الأمر جلل يحتاج إلى تصحيح مفهوم قال يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيمشط بأمشاط حديد ما دون عظمه من لحم و عصب ما يصرفه ذلك عن دينه يا خباب ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ففي عندنا ثلاث أسس في قضية التمكين الأساس الأول أن درب التمكين يبدأ بالابتلاء و أن الطريقة إلى التمكين ليست مفروشة بالورود هي مفروشة بالتضحيات مفروشة بالبذل مفروشة بالاعتقال يثبتوك يخرجوك يقتلوك مفروشة درب التمكين مفروشة بالدماء والاستشهاد والنفي والاعتقال ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هناك يقين بوجود التمكين إذا اختل اليقين في قلوب الناس بأن التمكين قادم لن يكون ثم بعد ذلك قال ولكنكم تستعجلون من استعجل التمكين قبل أوانع عقب بحرمان لن استعجل النصر قبل أوانع عقب بحرمان